المواطن الأمريكي بما يحصل اليوم كل الأنظار كل العيون على الشاشات تلفزة سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية ما يحدث الآن هو شيء غير طبيعي ولم تشهد أمريكا سابقا يعني عندما نرى مبنى الكونغرس مجيشا بالمتظاهرين بهذا الشكل كما أننا نرى مشهدا في أحد ثورات الدول العربية عندما حصلوا بعض المباني هذا المشهد لم تعتده أمريكا ولم تره قبلا وهو غير مقبول كنت أتمنى أن لا نكون مضرب مثل كنت أتمنى ذلك حدث ما حدث لقد ضرب المثل بذلك نفسه ولكن يستخدمه عكس ما هو واقع هنا انتخابات نزيهة جرت شكرك فيها برارا واستمرارا وحثى أنصاره وقلبهم بكل الطرق ومواضيعه تخرج من أي وقائع من أي حقائق وما زال يجذب فيهم ويشحنهم ويطلب منهم المجيء إلى العاصمة والتظاهر أمام مبنى الكونغرس والتوجه إلى مبنى الكونغرس هذا الشعر طبعا تجرؤوا ودخلوا مبنى الكونغرس ووضعوا أعضاء الكونغرس تحت الخطر الأمن القومي برمته اليوم هو في زاوية خطر يعني المشهد يوحي أن هناك فراغ أمني لأن السلطات التي كان من المفروض أن تهتم بهؤلاء المحتجين وأن تمنعهم نبنى الكونغرس سواء من الشرطة أو الشرطة السرية لم تكن كافية يعني طلبوا نجدات أكثر ولم تكن كافية ولذلك تم الاقتحام هذا المشهد يستدعي أن نقول أنه ليس كافيا الأمن ليس كافيا حاليا الحالة الأمنية في الولايات المتحدة غير جيدة ليست كافية وهذا سيكون منفدا للأعداء آخرين